بسم الله الرحمن الرحيم السادة أصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان معالي رئيس مفوضية للتحاد الإفريقي معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة الحضور الكريم اسمعوا لي بداية أن أرحب بكم جميعا في مصر وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة المهمة التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر السودان الشقيق يمر خلالها هذا البلد الجار العزيز على قلوبنا بأزمة عميقة لها تداعيتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وعلى دول جوار السودان بشكل خاص باعتبارها الأشد تأثرا بالأزمة والأكثر فهما ودراية بتعقداتها مما يتعين معه على دولنا توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل الأزمة بالتشاور مع أطرحات المؤسسات الإقليمية الفعالة وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية حفاظا على مصالح ومقدرات شعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة السيدات والسادة ليس خافيا على حضراتكم خطورة الأزمة الرهنة التي يواجهها السودان الشقيق وتدعيات لاقتتال الدائر منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمناً داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد ويضاف إلى ذلك العقبات التي تواجه الموسم الزراعي مما ترتب عليه نقص حاد في الأغزية كما أدى السراع وتداعياته السلبية إلى تداهر المؤسسات الصحية ونقص في الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي كانت له التداعيات الكارثية على مجمل الوضع الإنساني إن هذا التداهر الحاد للوضع الإنساني وتلك التداعيات الكارثية للأزمة تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية عفاظا على مقدرات شعب السودان الشقيق وعلى مؤسسات الدولة لتتمكن من الاتضاع بمسؤوليتها تجاه المواطنين وما يتيح لاستجابة الإنسانية الجادة والمنسقة والسريعة من كافة أطراف المجتمع الدولي بما يرتقي لفداحة هذه الأزمة الخطيرة التي تتطلب معالجة جزورها عبر التوصل عبر التوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لأمال وتطلعات الشعب السوداني ترجمة نانسي قنقر